يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي دعمه لأهالي وللأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية وشهدت قرى محافظة الوادي الجديد اطلاق قواف المساعدة التحالف الوطنية حيث تم توزيع 1250 شنطة من المواد الغذائية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وزعت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أكثر من 1200 شنطة للمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة الوادي الجديد تحت مظلة التحالف الوطني جمعية رسالة جاية أنها تعمل قافلة في محافظة الوادي الجديد بنوزع 1250 شنطة الغذائية على الأسر الأقصر استحقاقا احنا بنبدأ في كذاكاريا بنبدأ في بغداد في الجزائر في المونيرة كل اللي جاي هنا متطوعين بنوزع شنطة الغذائية على أهلنا مكونات الشنطة الغذائية تقريباً عشرة كيلو فيها تلاتة مكارونا وفيها اتنين سكر فيها روز فيها فصولية فيها شعرية فيها لوبيا فيها كل المكونات اللي احنا بنحاول نخفف بيها عن الأسر يعني الأعباء بتاعت المعيشة والكل نحن شباب متطوعين بنطوع في جمعية رسالة من خلال التحالف الوطني بنشارك في جميع القرى في مصر والمحافظات النهاردة في محافظة الوادي الجديد جاي نوزع 1250 شنطة على أهلنا في الوادي الجديد ونشاركهم الخير اللي يكون يعم عليهم في رمضان ونساعد المحتاجين عمليات توزيع شنط المواد الغذائية تمت وفق قاعدة البيانات المعدة مسبقا لتحديد ورصد المستحقين وكيفية الوصول إليهم هنا بالنسبة لكل القافل اللي بتيجي بنبقى عبارة عن الأدلاء اللي احنا بنوصلهم للمستحقين من فقراء مساكين أيتام أرامل أمراض بنعمل بحث ميداني لجمع الأسر بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية تمام وبعرف أنا عدد أفراد الأسرة والمحتاجين والكلام من دو حضرتك فالحمد لله بالتنسيق مع هائد التحالف الوطني وجمعية الرسالة تم التنسيق معهم بتوزيع 1250 شنطة على جميع المحتاجين والمساكين والفقراء والأيتام والأرامل والزاو الأحتاجات الخاصة نسمين نفسنا مجميعا حسب القرى اللي احنا بنوزع فيها عاسب المثال كنا بنوزع في قرية المنيرة اللي احنا فيها حاليا وقرية الشركة تمانية وعدن وفلسطين والجزائر وصنعاء وكويت وكمان أكتر من 15 قرية المكان والزمان ونوعية المساعدات المقدمة كل هذه العناصر تؤكد مجتمعة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل وفق خطة موسعة تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية في كل مكان على أرض مصر موسيقى 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 موسيقى